قال رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفيتشينكو إن بلاده قد أعدت عددا من الإجراءات للرد على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قال جولوفيتشينكو إن العقوبات الغربية أجبرت بيلاروسيا على وقف استيراد البضائع من الغرب واستخدام التكنولوجيا الغربية مشيرا إلى أنها ستسعى إلى إيجاد قنوة أخرى لاستيراد البضائع واستخدام التكنولوجيا الأسيوية والروسية بدلا من الغربية وأكد أن الدول الغربية قد تفقد السوق البيلاروسية وأن عواقب ذلك لا تقع مسؤوليتها على عاطق الجانب البيلاروسي بل يتحملها السياسيون في الدول الغربية على حد قبله